تعالى قبل الفصل نلم الكلام زي ما بيتقال واحد احنا بدي اتكلم في اكبر حزمة او اكبر حزمة حماية مالية وحماية اجتماعية اتعاملت للمواطن المصري في تاريخه بالمناسبة على المستوين سواء اذا كان النسبة المئوية او المبلغ اصلا انا عارف يقولك ايه 180 اصل زمان بص بق بخصوص المبلغ هي 180 مليار ودي عمرها ما حصلت 180 مليار عمرها ما حصلت طيب تعالى نبص على النسبة انا بتكلم على زيادة حد ادنى للاجور مرة واحدة 50% من 4 بقت 6 فدي اكبر نسبة مئوية طرقت على زيادات اجور في تاريخ مصر بالكامل ولا اظن انها طرقت على زيادة اجور في اي حتة غيرنا يعني ان دولة تقرر انها ترفع نسبة الحد الادنى للاجور بنسبة 50% مرة واحدة انا ما عرفش اللي يعرف يجي يقول لي سوى اذا كان عند الدولة الاغنية ولا المتوسطة عند اشقاءنا في الدولة العربية عند اصدقاءنا في اوروبا عند الامريكان قل لي لو انت تعرف ان في دولة زودت الحد الادنى لاجورها 50% قل لي قبل ما تيجي تقول لي انت عارف المتوسط العام للاجور اللي موجود في اوروبا كام قل لك اديلي داخل اوروبا وانا اعمل لك نفس المتوسط وما تحصرنيش اقتصاديا وانا اعمل لك نفس المتوسط وما تشجعش بعض الشركات اللي بتطلع التقارير بتاعة الاداء الاقتصادي انها يعني تخبط فيا وانا اعمل لك نفس المتوسط يعني بس لو هم بطلوا يطلعوا تقارير على انه اداءنا مش عارف ايه وان احنا قد نتعسر وان احنا قد مش عارف ايه اتفرج على كامل الاستثمارات اللي بتجي لي بالمناسبة وهنا شيء بالشيء يذكر صندوق النقد مش هيديه لك حزمة او بالادق بدل حزمة من 3 مليار يوصلها لك لتقريبا 12 مليار لو انت اداءك الاقتصادي وحش او لو انت دولة متعسرة ولا قد تتعثر على رأيي ناس بتاعت البنوك يعمل ديفولت ليه يعني بيلاقي فلوسه في الارض الصندوق ده عنده جنينة شجر فلوس بيمشي يقطف ويوزع لا ده صندوق شغلته انه يسلف الناس وان الناس لازم تسدد وانه السداد ده هو بياخده وبرده بيسلب بيناس تانية الاخ 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 احرص جهة هتبقى لازم تضمن السداد هي السندوق والبنك بالمناسبة فلما يقرر يزود لك الحزمة ده معناها ان انت لا دولة نص نخص ولا اقتصادك منار ولا اصل انت مش عارف ايه احنا بنتكلم على عملية انقاذ مالي مش انقاذ اقتصادي فكل بقى السمك لبن طمر هندي اللي بيخلط ما بين عمليات الانقاذ المالي والانقاذ الاقتصادي اعرف ان ده ما خدش الاعدادية ما عداش عليها حتى يعني زي كده التفريق ما بين السياسات المالية والسياسات النقدية الانقاذ والهيكلة الاقتصادية حاجة والهيكلة المالية والانقاذ المالي حاجة ده شيء وده شيء فارجعك تاني 180 مليار دي اكبر حزمة من حيث المبلغ نسبة الزيادات اللي هي 50% اللي حصزها لحد الادنى الاجور دي اكبر حزمة من حيث النسبة بنتكلم انه لا توجد فئة واحدة في الدولة لم تستفيد بهذه الحزمة ابدأ من اول اهلين اللي من حقهم ياخدوا معاش الضمان الاجتماعي تكفل وكرامة زيادة بنتكلم على المعلمين وانا قصدت اقول المعلمين قبل الاطباء لانه حياتنا تبدأ اولا مع المعلم الى ان نتخرج من كلية الطب ونصير اطباء فيبقى المعلمين الاطباء كل موظفين الدولة اهلين اصحاب المعاشات ومستحقين المعاشات من وراتتهم او المستفدين منه ايه تاني فاضل يعني دولاب الدولة بالكامل عاملين كانوا او معاشات اهلا وسهلا معلمين واطباء اهلا وسهلا قطاع عام وقطاع خاص يعني كده قطاع عام قطاع خاص اهلا وسهلا زي ما انا بقول كده اللي فاضل يد من حديد على الاسواق بلا رحمة ولا تأخذكم لا رحمة ولا شفقة ولا هوادة ولا ولا اي حنية على اي تاجر جشعة تاني زي ما كنت بقولك في الاول الرئيس الجملتين كان المفروض الناس كلها وانا وغيري نستوعبهم جيدا واحدة متعلقة بانه هذا الشعب لم يجد من يحن عليه والتانية متعلقة بانه وقال كده الرئيس انتو مش عارفين انكو نور عينينا انت فاكر ان الرئيس كان بيقولها مجاملة لا الرئيس بيقولها وهو صادق ويعنيها بالكامل انه لن اترك في يدي وسعا واحدا ان لو ابزله سواء اذا كان غاليا نفيسا او حتى عاديا مش دي القصة انا هعمل اي حاجة علشانكم هذا الرجل ما كانش في ايده اي حاجة ان لو عملها اي شيء ما خطرش على البال اشتغل عليه تاني اذا سمح لي فخامة الرئيس ربنا يجبر بخطرك